السلام عليكم معكم علي اهلا وسلم بكم درسنا جديد اذا كنت اول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد البعض يسأل استاذ عد ما اريد ان اتكلم او اكتب بلغة انجليزية اجد صعوبة بهذا الفيديو نتدرب كيف انقل من العربية الى الانجليزية يعني اترجي من العربية الى الانجليزية بهذا التمرين السهل بحيث انه افكر بهذه الطريقة لتساعدني على الكتابة بشكل احسن لاحظ الجملة هذه العش منزل للطيور مثلا واحد حافظ كلمة نست نست عش منزل هوم او موطن للطيور عدنا يعرف كلمة بيت طير ممكن احد يسأل طب استاذ ليش كتبت هوم ليش مكتبت هاوس يعني هوم منزل وهاوس ايضا منزل ننتبه هوم بمعنى موطن يعني ممكن انسان يعيش بخيمة ممكن بكوخ ممكن ببيت بشقة ممكن ببناية الاخرية هذا نسميه هوم موطن او مأوى له هذا منزل لكن هاوس تجمعته يعني نمط منزل مثلا نمط معين او شكل معين يكون شقة او بناية وهكذا نسميه هاوس اذا هذا يكون معنى يعني بشكل مادي نسميه بشكل مادي هذا بشكل معنوي يكون موطن وايضا كما قلنا الانسان ممكن يعيش ببيت او خيمة وهكذا نسميه هوم لا نقول هاوس لكن اذا ببيت معين يعني نمط من انماط البيوت او اشكال البيوت نسميه هاوس نريد ان ترجم هذا الجملة العش منزل للطيور يجي واحد يقول عندنا ال يعني ذا لكن احنا نتكلم اذا للطير او الطيور نفس الشي احنا ما تكلمنا عن عش معين نتكلم شكل عام معاته اي عش بالتالي لا نستخدم ذا لماذا لو تكلمنا عن هذا العش مثلا هذا لدينا هذا العش هذا اذا نكتب ذا يعني نقول ذا نست لماذا لنقص العش معين يعني انت وانا نعرف هذا العش نستخدم ذا ذا كما قلنا سابقا نتكلمنا عنها هي ذا الا التعريف بما اننا نتكلم عن العش بشكل عام بالتالي نضع ا وكلمة نست ا نست يعني العش يعني الا هذي يقصد بيها مثل نقول احنا النست يعني اني نست يعني اي عش عندما اقول لك مثل اوبن ادور افتح باب ماذا يعني فيه ا المعنى ان الغرفة فيها اكثر من باب واطلب منك ان تفتح اي باب منهم يعني اوبن اني دور افتح اي باب ال ا تعني اني يعني اي ايضا نبدأ بحرف كبير انست منزل يجي يكتب ايضا اهم موطن ايضا نضع ا لي فور ملاحظين لي فور او من اجل اثنين صحيحة لي او لاجل فور لي عندنا للطير اقصد بي اني بيرد يعني اي طير بالتالي اكتب ا ا بيرد ملاحظين ا نست اهم ا بيرد فور ا بيرد اذا يجب ان اضع ا ملاحظين ا لماذا كابيتا لان بداية الجملة ايضا ا لكن هذا الجملة قواعديا خطأ من توقع ما هو الخطأ لاحظ العش انست اوكي منزل اهم تمام لي فور الطير بيرد فور ا بيرد لكن فيها خطأ قواعدي وجملة قواعديا من ناحية المعنى اوكي وصلت المعنى لكن قواعديا تاخذ زيرو لماذا يا استاذ ننتبه دائما الجملة باللغة الانجليزية اجب ان تحوي على فعل اي جملة انجليزية لا يوجد بها فعل جملة خاطئة اللحظ العش اسم ناون منزل ايضا ناون اسم للطير ايضا ناون اسم اسمه عش اسمه منزل اسمه طير اللحظة بفعل دائما اذا لم يكن هناك فعل بالجملة بيكون الفعل فعل كون يا اما ام يا اما از يا اما ار كمان اعلم الضمائر اي هي شي ات وي يو ذي اذا هذا الضمار اي تاخذ ام هي شي ات از وي يو ذي تاخذ اع اللحظ العش غير عاقل يعني ليس هي ولا شي معاته ات الضمير ات بيكون عندنا از اذا ات لاحظ ات عند اذا نستخدم از ايضا دائما ننتبه از ار دائما اي ما تعتلى مع ام اي ام از مع المفرد يبدأت جملة واحد نستخدم از اذا كان جمع ومجموعة نستخدم ار انست عش واحد عند اذا نقول از هذا الجملة صحيحة انست از اهوم فور ابير هذا الجملة بشكل صحيح كتبتها العش منزل للطير اذا طير واحد يقصد بيه بشكل عامي اي طير كما قلنا لم نضع ال لماذا لنقصد بيه اي عش لو حددت العش اكتب ذ نست العش هذا يعني معروف لكن تتكلم بشكل عام اكتب ا ا نست اهوم ابير خلية النحل منزل للنحلة نفس نفس اللي كلمنا عنه هاي الفقرة ايضا مع الفقرة الثانية والثلاث والرابعة لكن بعض التفاصيل خلية النحل بالانجليزي هايف هايف ايضا يجب ان اضع ا اهايف كما قلنا ذا هايف لو نقصد هذه الخلية معاها تكتب ذا لكن اي خلية اضع ا اهايف هاي خلية النحل مع بعض اسمها هايف منزل ايضا كما قلنا اهوم لي فور ملاحظة نفس الكلام ايضا ا بدال كلمية بان طير نحلة بي نفس الشي بدال نس هايف هوم نفسها بدال بان وضعنا بي هذا الجملة ايضا كما قلنا خطى نفس الكلام ما بفعل واضح بتجملة ايضا اسم 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 معاها تكون عندنا فعل كون ايضا نضع از اهايف از اهوم فور ابي لو نريد ان نستخدم الجمع فقط بدال نست نضع نست نضع اس يعني عنده نستخدم ار تصبح العشوش هي موطن للطيور ايضا نحذف ال ا يعني لانا نقول ا نس ال ا مفرد في هذا الحال عنده اضافة ال اس نحذف ال ا ايضا هايف ممكن نقول هايف نلاحظين بس نضع اس عنده اذن نحذف ال ا لكن نستخدم ا تصبح خلايا النحل فور ا ب ايضا الحفرة ايضا ا هول نفس الكلام هول موطن ا هوم لي بلاحظين ممكن شخص ما يعرف كيمة لي او صر عنده صعب خلاص فور فور ا رابت للارنب بلاحظين نفس الشي نست هول هوم هوم بيرد رابط نفس الطريقة لماذا اعطيت اكتر من مثال عشان تكون تثبت معايا المعلومة ايضا هذا جملة خاطئة يعني الحفرة هول معت حفرة ايضا كما قلنا الحفرة ما اقصد بها هذه الحفرة بالذات تمام اقصد بها اي حفرة ايضا لا يجد فعل واضح الجملة لان يكون عندنا حفرة اسم ناون ايضا منزل او موطن ناون اسم ايضا للارنب ايضا ناون ما بفعل واضح الجملة راح يكون ايام مآم از ار الفعل ليس اي هول اذا نستخدم از لو وضعنا اس نحذف ال ا يعني اي هاي نحذفها تصبح هولز ار اتبعنا ايضا البيت منزل لي البيت ايضا كما قلنا اهاوس يعني اي منزل كما قلنا هاوس يعني كبناء بين هوم موطن ممكن يكون خيمة ممكن نكوخ كما قلنا لكن هاوس يجب ان يكون بناء اهاوس منزل او موطن هوم لاحظين لي نعرف لاجل او لي هي فور لاجلي ما عدوا في عدنا الياء هاد ما هي من يتوقع صحيح هي ضمير مي حالة المفعول به فور مي لاجلي يعني لي ايضا جملة هذي خاطئة لماذا يا استاذ لا يوجد فعل ايضا البيت اسم منزل اسم لي ايضا حرف جر لاحظ ما في حرف جر وضمير للارنب ايضا حرف جر واسم حرف جر واسم للنحلة ايضا حرف جر واسم ما عادش يكون عندنا فعل كون a house is a home for me نريد ان نقول له احنا كمان نعلم الضمار i he she it we you they i بحالة مفعول به me هاي دائما بعد الفعل تأتي او بعد حرف جر دائما بعد حرف جر نستخدم الضمار الراح اكتبها me him hair it us you them ملاحظين ملاحظين اريد ان اقول for me يعني لي لأجلي for حرف جر proposition له for him ملاحظين لها for her لها يعني من أجلها for it لغير العاقل يعني غير الإنسان it for us لنا ملاحظين for you لك for them لهم اذا انتبهنا على حسب دائما حرف جر يأتي بعد الضمير كما قلت سابقا يجب أن نتعلم الضمار بحالة الفاعل بحالة المفعول به وبحالة الملكية بحالة الملكية my his hair its وها كذا تكلمنا عنها في فيديوهات مفصلة ايضا الضمائر هذه اللي حيب يرجع موجودة بحالة الفاعل بشكل مفصل تكلمت عنها بحالة المفعول به ايضا بشكل مفصل لكي يعرف ممكن هل كلمة هاي لي او له او لها او لهم شخص يتوه ما يعرف ما هي المعلومة بعد حرفة جر هذه الضمار اللي استخدمها اذا بهذا الشكل اخذنا اربع مثلة نفس الطريقة لكي تثبت عندنا المعلومة بالتالي استطيع بعد هذا الفيديو ان اسقط اسقاطات يعني كيف كما بدنا بين العش الحفرة خليط النحل البيت ايضا تبدل انت كلمات الفعل هو is بحالة المفرد are بحالة الجمع واللاحظة التكملة وعدنا for ايضا استبدلنا بين الطير الارنب للنحلة ايضا له لها ولهم وهكذا اذا نفس الطريقة ايضا انت فكر باللغة الانجليزية بشكل عام اي جملة فكر بهذه الطريقة عبارة عن عملية استبدال ملاحظين استبدال كلمات وتبعنا نفس القاعدة اتمنى قدمت شيء الفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لها كل الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة